بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف كيف يتم استخدام مكتابة NumPy في ضرب المصوفات وان شاء الله سنستخدم طريقتين في ضرب المصوفات الطريقة الاولى وهي تسمى طريقة ضرب العناصر التي نطلق عليها Elementwise Multiplication والطريقة الثانية والتي نطلق عليها الضرب الجبري او الضرب الخطي اللي هي نطلق عليها The.Product اولا لكي يتم انشاء المصوفات بنستورد مكتابة NumPy بالامر التالي بنكتب هنا Import NumPy As NB بعطا هنا اليسنين اسم مستعر هنا NB لتسهيل عملية كتابة الاكواد بسرعة وبعدها بنشئ هنا متغير وليكن اسمه على سبيل المثال Array1 وبننشئ المصوفات الاولى NB.Array ونضع القيم على سبيل المثال 1,2,3 وبعدها انشئ المصوفة الثانية فبخصص لها اسم متغير Array2 بتساوي NB.Array واضع قيم مثلا 4,5,6 انا مثلا عايز اضرب المصوفة الاولى في المصوفة الثانية واضعها في متغير وليكن اسم هذا المتغير مثلا result 1 بتساوي باضرب المصوفة الاولى Array1 باضربها في المصوفة الثانية Array2 وبعدين باضبع النتيجة هنا فبكتب print result 1 يعني المتغير الاول وبعدين نضغط هنا Run باضرب هنا العناصر المتوافقة 1.4.4 2.5.10 3.6.18 طبعا هنا ضرب العناصر المتوافقة ده بنسميه Element Page Multiplication يعني ضرب العناصر المتوافقة ليه؟ هنا العنصر الاول مع العنصر الاول العنصر الثاني مع العنصر الثاني العنصر الثالث مع العنصر الثالث ده اسمه ايه الضرب بالعناصر المتوافقة اللي هو بنقول عليه Element annoying multiplication في طريقة تانية للضرب التانية مثلا بنشي متغير على سبيل المثال result مثلا 2 حيساوي بجيب هنا array 1 وأضربها في array 2 فأكتب هنا dot أحط هنا dot ويفتح ليه هنا أقواس بكتب هنا array 2 معناها بيضرب array 1 في array 2 لكن الضرب ده بيكون ضرب جابري أو ضرب خطي أو ضرب نقطي يعني لهم مجموعة أسماء وعايز أشوف نتيجة الضرب الخط ده بتكون إزاي أفضع هنا print وأقول له هنا result 2 يعني اطبع ليه result 2 ونضغط هنا run هنا المصوفة الأولى ده الضرب اللي هو element wise multiplication اللي أنا سبق شرحته أما 32 ده ده اللي هو dot product 1 في 4 ب4 زاد ال2 في 5 ب10 زاد ال3 في 6 ب18 بيجمع النواتج على بعد بدينا 32 إزاي قلنا 1 في 4 ب4 يبقى كده النتجة 4 وال2 في 5 ب10 10 و4 و14 وال3 في 6 ب18 18 و14 يدينا 32 ده اسمه الضرب الجابري أو الضرب الخطي اللي بنقول عليه z dot product يحصل إيه لو أنا جعلت المصوفة الأولى عبارة عن صفين يعني بعدين فبدع هنا opening square practice وبضع هنا closing square practice وبضع كومة وبضع هنا البعد الثاني أو الصف الثاني وبضع مثلا القيمة 4-5-6 يبقى كده المصوفة الأولى أصبحت عبارة عن صفين أما المصوفة الثانية كما هي عبارة عن صف واحد نضغط هنا run هنا ضرب هنا element wise multiplication 4-10-18-16-25-36 عمل إيه ضرب 1-4-4 الاتنين في 5 بعشرة الثلاثة في 6 بـ 18 وبعدين رجع ضرب الصف الثاني اللي هو 4-4-16 الخمسة في 5 بـ 25 الستة في 6 بـ 36 أما الثانية اللي هي dot اللي هو الضرب dot product عمل إيه عمل التالي ضرب 1-4-4 زائد الاتنين في 5-10 زائد الثلاثة في 6 بـ 18 وجامع النواة تجع على بعض الثلاثة في 32 ورجع ضرب الصف الثاني اللي هو 4-5-6 في 4-5-6 اللي هو 4-4-16 والخمسة في 5 بـ 25 والستة في 6 بـ 36 وجامع النواة تجع على بعض الثلاثة في 77 يبقى دي طريقة الضرب اللي هو element wise ويدي طريقة الضرب اللي هو dot product ممكن أننا أستخدم مكتبة non-buy في أننا بدل مكتوب بالشكل ده وتبقى بطيئة فالعمليات الحسابية ممكن أستخدم مكتبة non-buy فبكتب هنا nb dot multiply multiply أقول له اضرب array when المصوفة الأولى اضرب المصوفة الأولى ونضع كومة واضربها في array 2 هنا لا تضع أسترك ضع كومة بس ده حيفهم كده إن من مكتبة non-buy معناها اضرب المصوفة الأولى في المصوفة الثانية وكذلك نفس الشيء هنا بدل مكتوب array when dot array 2 لا ممكن أستخدم مكتبة non-buy ليتم العملية الحسابية بسرعة جدا فبنكتب nb dot nb dot وبنفتح الأقواس ونقول له اضرب array when كومة array 2 يعني اضرب array 1 في array 2 وحيقد نفس العملية الحسابية أيضا زي النتيجة اللي فاتت بالزبط لكن هو لما بنستخدم مكتبة non-buy بيقدى العملية الحسابية بسرعة جدا نجي ننتقل إلى شيء آخر طب افرض أننا عايز أخلي المصوفة الثانية سنائية البعد أعمل ايه فبضع هنا أيضا square brackets وأضع closing هنا square brackets وبعدا أضع coma وأنزل bd وأفتح هنا بsquare brackets وأكتب مثلا هنا 2 3 1 هنا أصبحت في المصوفة الأولى 3 أعمدة في صفين والمصوفة الثانية 3 أعمدة في صفين هل الكلام ده هينطبق معايا ويعمل multiplication ضرب بالطريقتين نشوف هنا بالتأكيد هيديني exception نشوف كده run إداني هنا exception ليه لأن المصوفة الأولى صفين في 3 أعمدة ده المصوفة الأولى ده الشيب بتاعه أما المصوفة الثانية عبارة عن صفين في 3 أعمدة هل الكلام ده ينفع لا ما ينفعش ليه لأن المفروض عدل أعمدة هنا في المصوفة الأولى يساوي عدل صفوف هنا في المصوفة الثانية لازم وحيكتبها ليه هنا في الملاحظات أنت إزاي تعمل 3 أبل 2 مش هينفع ليه لأنه هيجي يطبق multiplication لازمة تبقى العناصر المتوافق ولما ييجي يطبق هنا الدوت لازمة العناصر المتوافق تبه هنا خطع الدوت هل ممكن يمش الملتبليكيشن أه ممكن يمش الملتبليكيشن إزاي هنا بس هينفذ ليه الملتبليكيشن نضغط هنا ضرب لأن العناصر المتوافق هيدرب هنا 1 4 4 2 5 10 3 6 18 4 2 8 5 3 15 6 1 6 كده الملتبليكيشن يمش معي عادي اللي هو الملتبليكيشن يمش معي عادي جدا لو كان هنا 3 أعمدة في صفين أو صفين في 3 أعمدة وهنا صفين في 3 أعمدة عادلية إن العناصر هنا متوافقة ما فيش أي مشكلة لكن المشكلة في مين المشكلة في dot protect لازم أن يكون عندي لو كان عندي هنا 3 أعمدة لازم أن يكون هنا 3 صفوف فنرجع هنا نصلح هذا الخطأ نحزف من هنا الهاش ونحزف من هنا الهاش أيضا ونحاول نصلح هذه المشكلة نعمل طرح ما عندي 3 أعمدة هنا في صفين لازم أن يكون عندي هنا 3 صفوف نجرب كده ونضع هنا ونضع 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 هنا مثلا 2 1 3 على سبيل المثال ونضغط هنلاجد هنا أن الملتبليكيشن هيحصل فيه مشكلة ليه هنا بقى هيحصل معايا مشكلة هي بقى المشكلة دي الملتبليكيشن هنا هتقول لا أنا ما فيش معايا عناصر متوافقة ليه أنا عندي العناصر هنا صفين في 3 أعمدة وهنا العناصر 3 صفوف في 3 أعمدة مش هينفع يبقى عايزة الاتنين يكون متوافقين يبقى نجرب كده هلاقي الملتبليكيشن يديني مشكلة ايوة هنا الملتبليكيشن يديني مشكلة ليه لأن ما فيش هنا توافق ما بين العناصر المصوفة الأولى وعناصر المصوفة الثانية عند هنا صفين في 3 أعمدة وعند هنا 3 صفوف في 3 أعمدة مش هينفع الكلام ده أما نعمل نصلح المشكلة دي ونضع هنا كوم وبعد نفتح هنا ونقول مثلا نضع لقيمة مثلا 3 2 4 هنا كده هيمشي معايا كده مصبوط ليه لأن ملتبليكيشن هتلاقي هنا 3 صفوف في 3 أعمدة وهنا 3 صفوف في 3 أعمدة هتجد التوافق بين العناصر وبعد يبقى الملتبليكيشن هيمشي صح اللي هو الضرب الخطي هنا أيضا مفيش مشكلة ليه لأن عندي 3 أعمدة وعندي هنا 3 صفوف هذا الصف الأولين وده الصف الثاني وده الصف الثالث هنا مش هيبقى فيه أي مشكلة خالص ونضغط هنا Run نشوف النتيجة ده اللي هو Element Was Multiplication ضربهم 1 في 4 ب4 وبعد 2 في 5 10 و3 ورجع ضرب العناصر المتافقة الثانية اللي هي 4 في 2 ب8 اليادي وضرب الخامسة في 3 ب15 وضرب الست في 1 ب6 ويجهع هنا على الصف الثالث مع الصف الثالث أيضا الثلاث في 2 ب6 والل 2 في 1 ب2 والل 4 في 3 ب12 ما فيش مشكلة هنا ليه لأن العناصر المتافقة مع بعض نيجي بقى للضرب الخط هيضرب من هنا الواحد والل الاثنين والتلاتة هيضربها في 4 و2 ازاي هضربها ازاي 1 في 4 ب4 زائد الاتنين في 2 ب4 زائد الثلاث في 2 ب6 ويجمعهم على بعض النواتج هيدينا 14 طب واللي بعدها هيرجع يضرب 1 2 3 في العمود الثاني اللي هو 5 3 1 يعني هيضرب 1 في 5 زائد الاتنين في 3 زائد الثلاث في 1 هيدينا 14 ويرجع يضرب 1 و2 و3 في العمود الثالث اللي هو 6 1 3 ويدينا 17 بعدما يخلص الصف الاول ينتقل لمين للصف الثاني اللي هو 45 6 هياخد 45 6 يضرب في 4 2 2 يعني هيضرب 4 4 زائد 5 2 زائد 6 2 يقوم يدينا 38 ويرجع يضرب 4 5 6 في العمود الثاني اللي هو 5 3 1 يقوم يدينا 41 وبعدان يرجع يضرب 4 5 6 في العمود 6 1 3 يعني هيضرب 4 6 زائد 5 1 زائد 6 3 ويجمع مهربع ضد 47 ويرجع يضرب الصف الثالث اللي هو 3 2 4 في العمود الاول اللي هو 4 2 2 يعني هيضرب 3 4 زائد 2 2 4 2 يوم يدينا 24 ويرجع يضرب الصف الثالث اللي هو 3 2 4 في العمود الثاني اللي هو 5 3 1 يعني هيدرب 3 5 زائد 2 3 زائد 4 1 هيدين 25 ويرجع يضرب الصف الثالث في العمود الثالث يعني هيضرب 3 2 4 هيدرب 6 1 3 يعني هيضرب 3 في 6 زائد 2 في 1 زائد 4 في 3 ويدينا الناتج 2 و 3 ده بنسميه الضرب الخطي أو الضرب الجبري هل يمكن أننا أعمل ترانسبوزينج أننا أحول هنا أننا أبدل الصفوف إلى أعمدة ولا أعمدة إلى صفوف في أي من الاتنين طبعا مفيش مشكلة لأيه لأننا عندي هنا 3 أعمدة في 3 صفوف وهنا 3 أعمدة في 3 صفوف مش هيبقى عندي أي مشاكل خالص ليه لأننا عندي هحول الأعمدة إلى صفوفة حيكون نفس العدد هنا هو نفس العدد هنا هي نفس الأعمدة هنا هي نفسها الصفوف هنا بس إيه هنبدلهم يعني ممكن أعمل ترانسبوزينج هنا للمصفوفة الولفابة أكتب هنا .t يعني أعمل ترانسبوزينج ودي سبق شرحتها في حلقة سابقة وهنا برضو أقول له أعمل ترانسبوزينج هنا هحول الأعمدة صفوفة صفوف الأعمدة وكذلك هنا ممكن أعمل ترانسبوزينج هنا وأيضا ممكن أعمل ترانسبوزينج هنا طالما نعدي الأعمدة بسوى عدل صفوف ونضغط run هنا هيقدي نفس العملية هيعمل هنا element twice multiplication الضرب بالعناصر المتوفقة بدون أي مشاكل وهيعمل هنا الدوت بروداكت هنا الضرب بالنظام الخطي أو الجابري وما فيش أي مشاكل له لأن هنا عدل أعمدة في المصوفة الأولى هيساوي عدل صفوف في المصوفة الثانية ومش هيبقى فيه أي مشاكل خارس طب حتولي طبعا عايزة أشوفهم بعد ما عملهم تبديل عادي جدا بتيجي هنا بتكتب مثلا print اطبع لي المصوفة array when array when المصوفة الأولى dot transpose بعد ما تعمل لها ترانسبوز وبكتب هنا print اطبع لي array 2 dot وبنكتب التي كابتل يعني عميلي لها ترانسبوز وبعدين هنا اطبع لي هنا سطر فاض عشان نشوف دول الوحيدهم ودول الوحيدهم بفاصل بينهما نضغط هنا run هنجد هنا شوف كده المصوفة كانت هنا 1-2-3 وهنا 4-5-6-3-2-4 ألب الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف هنا 1-2-3 1-2-3 دي كانت الصف الأول اللي بهالي هنا العمود الأول هنا 4-5-6 ده كان الصف الثاني اللي بهالي هنا العمود الثاني 4-5-6 هنا 3-2-4 ده كان الصف الثالث ألبه هنا إلى العمود الثالث وهكذا وألب أيضا المصوفة الثانية عملي لا تبديل بدل الأعمدة إلى صفوف والصفوف إلى أعمدة هنا 4-5-6 هنا نجد هنا 4-5-6 بعد ما كانت الصف الأول خليها العمود الأول وأيضا أم بضربهم ضرب 1-4 ده 2-4 وضرب 4 في 2 تدينها 8 هنا ضرب 3 في 2 تدينها 6 وهكذا لباقي 4 نص يبقى طالما ان عادل الاعمدة بيساوي عادل صفوف فعادي ممكن اعمل Transposing والمهم يكون الشرط عندي عند الضرب يكون عادل الاعمدة في المصوفة الاولى يساوي عادل صفوف في المصوفة الثانية ده كان بالنسبة للArray Multiplication و.product في المصوفات باستخدام مكتب نامباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته